أيضاً كابتن ديواء السيد المجيد الفني المنتخبنا الوطني حضر اليوم زي ما كنا نتكلم معاً برح تدريبات الفرق النهاردة كان بيحضر تدريب نادي البنك الاهلي متابعة لاعبي الفريق في طاول استعادة منتخم مصر لمواجهة السنغالي كابتن ديواء السيد أشاد بيلعبي البنك الاهلي وأكد على متابعة الجهاز الفني لكل اللاعبين في الفترة اللي جاية وكل المباريات الفترة اللي جاية وده كان في حديثه عن البنك الاهلي اللي كان خد منه أبريكا ده أحمد ياسين كالوس كيروش كان خد أحمد ياسين في قائمة المنتخب في كأس العرض زي محاولكم متذكرين وكان مدافع رائع وجايد جدا مدرب 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 مخل الجهاز المعاون يروح يتفرج على التدريبات على التدريبات بتاعت الفرق كلها مش تدريبات الأقلي والزمالك كمان ده تدريبات الفرق كلها لكان فيه مدربين كانوا بيسيبوا أسبوع وإسبوع مدربين المنتخب أسبوع وإسبوع وممكن سنة يروح يتفرج على المباركدة للأهلي مباركدة للزمالك ده بيروح كل المباراة الجهاز المعاون بيروح كل المباراة بيحضر كل التدريبات طول الوقت ده شغل علمي في اجتهاد في ضمير إن شاء الله مع كل ده بإذن الله بإذن الله التوفيق بقى يبقى من عند ربنا والنصعد لكأس العالم الواحد قدى مهمته الجهاز الفني الحالي منتخب مصر بيؤدي مهمته الباقي على ربنا إن شاء الله وطبعا على مجود اللعبين ومجود الرجالة في الملعب وإن شاء الله نسعد لكأس العالم أمام السنغال اشتركوا في القناة